اكشن ومن ثم سنصلط الضوء على نجمة Mean Girls Angry Rice سنطيعكم على الأخبار الجديدة لكن أولاً فلنلقي نظرة على السجادة الحمراء سنأخذكم أولاً إلى العرض العالمي الأول لفيلم Mean Girls شعرت أنجوري رايس بأهمية ضمان حب الجمهور للعمل أخبرتنا أولي إيكريفالو عن شخصيتها جانيس جانيس هو شخصيته أولي إيكريفالو عن شخصيتها جانيس أولي إيكريفالو عن شخصيتها جانيس انتظرت بيزي فيليبس وقتاً طويلاً لتضمن وجودها في هذا المشروع اشتهرت لينزي لوهن بدور البطولة في فيلم Mean Girls انبهرت الكاتبة والمنتجة والنجمة تينا فاي بالموثلين الجدد لا أستطيع أن أرى لا أستطيع أن أرى لا أستطيع أن أرى تنأخذكم الآن إلى العرض الأول لفيلم Masters of the Year في L.A. استبدأ أستن باطلر دوره في فيلم Blue Suede Shoes بدور الرائد إيجال باكريفال علمنا عن موضوع الفيلم من النجمي كالوم تيرنر إنه محبوب أن يتعرفون هذه الناس ما يتعرفون لنا ونحن أرى ونحن أرى ونحن أرى ونحن نحن نحن أرى ونحن نحن أرى بالنسبة لجونس مور تما إعداد المسرح يتذكرون إثمان لحظة من جسة التصوير ظلت علقة في ذهنة يسير الممثل سوير سبيلبرغ على خطى والده الشهير كان المنتج التنفيذي دوم هانكس مستعدا للسيطرة على الجميع ذلك لا يتبروز عن الحقيبة وضعتointي للتخمي أني أرى مهم من ايحانه و correspondentازم وصورة وثاني أعتقد النقاد أن المغنية سلينا غامز كانت لديها أغنية باد بلاد والمخصصة لنجمة الواقع كايلي جينر وحبيبها تيمثي شالومي في حفل توزيع جوائز الغالدن غلاب لكنها وضعت الأمور في نصابها شهدت سلينا وتيلر سويفت وهم تسكبان الشاي أثناء البث التلفزيوني وتكهن المتفرجون أن ذلك بسبب حرمان سلينا من التقاط صورة مع تيمثي وعلقت سلينا على منشور لآي نيوز على إنستجرام حول الموضوع قائلا لقد أخبرت تيلر عن اثنين من أصدقاء الذين ارتبطا ليس هذا من شأنه شخص ننتقل الآن إلى نجمة البوب كاتي بيري ورغباتها العصرية في الحصول على دايزي دوف الصغيرة سترث ابنتها ذات الثلاث سنوات من نجم لورد оф دي رينغز أورلاند بلوم خزائن مليئة بمجموعات نجمة البوب الشهيرة بما في ذلك فستان الهامبرغر الخاص بميت غالا 2019 وشعرها المستعار والقمصان الخاصة بتينيج دريل والآن بعد أن أكملت النجمة ذات التسعة والثلاثين إقامتها في ألاي تقول عضوة التحكيم في برنامج أمريكان آيدل إنها حددت وقتا للعائلة وقالت كيتي لإي نيوز في نوفمبر لديها تقويم جيد حقا إنه لأمر مدهش ونحن نخطط للمستقبل يبدو أن دايزي سيكون لها قبو خاص بها يوما ما لتخطط له أيضا بالحديث عن خزائن الملابس فإن ميل بي نجمة سبايس جيرلز على وشك السير في الممر مع خطيبها روري مكفي ومصممة ملابسها ليست إلا بكتوري بيكهام تتعاون النجمتان بوش سبايس وسكيري سبايس معا للحصول على فستان الزفاف المثالي ولا يمكننا أن نتصور هذه الأمور ستعقد عضوة التحكيم في The Masked Singer وخطيبها قرانهما في نفس المكان الذي تبادل فيه الأمير تشارلز والأميرة ديانا عهد الزواج في كاتدرائية القديس بولوس في لندن ولا يسعون الانتظار لرؤية الضيوف المشهورين وما سيرتدونه يستعد مغني راك ليني كرافيتس للظهور في حفل زفاف خاص قريبا وهو حفل زفاف ابنته زوي كرافيتس وشاينينغ تيتم قال الفائز بجائزة جرامي لأربع مرات إنه سيشعر بالتواضع والفاخر لأداء الزفاف زوي ولكن فقط إذا طلبت ذلك أما بالنسبة للرسوم؟ قال الرجل ذو التاسعة والخمسين ليس هناك رسوم هل تمزحون؟ إنها ابنتي وفي حال تسأل أي شخص إن كان يجب أن تكون هناك رقصة فلابد أن يكون الفائز هو تشاينينغ قال ليني لا أستطيع العبثة مع ماجيك مايك حتى بيلي آيليش حصلت على نجمة قالت المغنية إنها انبهرت بأندروس كوت عندما رأته في حفل توزيع جوائز الغالدن غلاب شاركتنا المغنية وكاتبة الأغاني ذات الثانية والعشرين أنها استلهمت من فيلم كاونتين كراوس وليوناردو دي كابريو عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية وهي الآن في المقدمة مع بعض نجومها المفضلين أتعرفين يا بيلي أنت تلهمين الملايين من المعجبين الشباب بنفس الطريقة حققت ديواليبا شهرتها من خلال غناء أغاني الانفصال ولكن الآن تغني أيقونة الباف لحنا مختلفا عن الحب الملتهب تحدثت دوى ومعاونتها في كتابة الأغاني كارولاين إيلين عن حقبة جديدة تماما للجميلة عندما حضرت حفلة توزيع جوائز اختيار النقاد السنوي سيكون ألبوم دوى القادم مليئا بالألحان الأكثر سعادة قالت مغنية هوديني إنها صبغت شعرها باللون الأحمر لإطفاء لمسة جديدة ستلعب قريبا دور البطولة في فيلم أرغايل لكنها لا تخطط للتخلي عن أغانيها الذهبية لشاشة الكبيرة حصريا ليس بعد على أي حال نسلط الضوء هذا الأسبوع على نجمة مين جرلز أنغوري رايس بدأت هذه الممثلة الأسترالية العمل في السينما عندما كانت طفلة وحصلت على جائزة الشرف في أفلام The Nice Guys With the Mayor of East Town ظهرت إنغوري في فيلم سبايدر مان Far From Home Every Day Ladies in Black With the Beguiled Jasper Jones These Final Hours When Nowhere Boys جميع هذه الأفلام كانت من المعالم الرئيسية في حياتها المهنية تلعب إنغوري الآن دورة كيدي هيرم في إعادة إنتاج فيلم مين جرلز شاركت إنغوري علاقتها بفيلم مين جرلز الأصلي كانت هناك بعض التحولات الرئيسية من فيلم 2004 مقارنة بهذا الإصدار الجديد تركت الكاتبة والمنتجة والنجمة تين فاي انطباعا لا يمحى على إنغوري لذلك أحبت ذلك الوحيدة في الكوميتة التي كانت وقد كانت تتكلم بشكل جديد وشكل جديد وشكل جديد وشكل جديد وشكل جديد لذلك أحبت ذلك الوحيدة والإنجاة التي كانت لديها هل تحبت ذلك؟ بالطبع؟ أوه لا، لست لديها أيضا فقط... أنت ممس سنساعدك، كاتي تعاون المخرج غاي ريتي مع Line Stage لإنتاج أحدث إبداعاته The Ministry of and Gentlemanly Warfare يصور المشروع فيلم حركة كوميديا من الدرجة الأولى يتحدث عن أحداث واقعية من ملفات رفعت عنها السرية مؤخرا تابعة لوزارة الحرب البريطانية من بين نجوم هاري كافل وإيزا جونزالس آلان ريتشسون وأليكس باتي فري وبابس أولس موكن وهاري جولدن وكاري ألويس احصلوا على الإصدار العالمي للعبة The Ministry of and Gentlemanly Warfare في التاسع عشر من أبريل ٢٠٤٤ تم اختيار ممثل فارغو لوكس كيج ليلعب دور البطولة أمام نيوم سكات في الجزء الثاني من فيلم بارامونتل سمايل تتبع هذه الصورة الثانوية فيلم الرعب المثير الناجح للمخرج بارك رفين والذي حقق إرادات هائلة في دور العرض لا تزال الحبكة وأعضاء فريق العمل الإضافيين قيد الصياغة لكن سيصدر الفيلم في الثامن عشر من أكتوبر ٢٠٤٤ أعلنت شركة سوني بيكتشورز أن فيلم Ghostbusters Frozen Kingdom سيظهر لأول مرة قبل أسبوع واحد من الموعد المتوقع سيتم تشغيل الفيلم بشكل مشابه لحلقة الحركة الحية من The Real Ghostbusters تدور أحداث فيلم Ghostbusters Frozen Kingdom في نيويورك خلال العصر الجليدي الجديد وهو من بطولة بيل موري، دان إكرايد وإرني هاتسون ستظهر شخصية سلايمر المفضلة لدى المعجبين هذه المرة أيضاً كانت تاريخ الإصدار في التاسع والعشرين من مارس والآن في الثاني والعشرين في العد التنازلي لشباك التذاكر في هوليوود هذا الأسبوع نقدم لكم أفضل خمسة أفلام هيا بنا الفيلم الخامس لهذا الأسبوع هو Anyone But You محققاً ثمانية فاصل اثنين مليون دولار الفيلم الرابع لهذا الأسبوع هو Migration محققاً ثمانية فاصل ثلاثة مليون دولار الفيلم الثالث لهذا الأسبوع هو وانكا محققاً غشرة فاصل ثمانية مليون دولار الفيلم الثاني لهذا الأسبوع هو بي كيبر محققاً تسعة عشر فاصل اثنين مليون دولار الفيلم الذي احتل المركز الأول كان فيلم مي جيرلز بإرادة بلغت تنين وثلاثين مليون دولار تشهد أعياد ميلاد هاليوود ارتفاع أعمار المشاهير من الواحدة وثلاثين وحتى التاسعة والسبعين عاماً بلغت صاحبة السمو كيت ميدلتون الثالثة والأربعين والنجم جاي كي سيمونز السبعين والنجمة إيميل دستانتن التاسعة والستين وماري جاي بلايغ الثالثة والخمسين ونجمة البوب زيم مالك الواحدة والثلاثين ورود ستيورت التاسعة والسبعين ومذيع الراديو هيرد سترن السبعين ونجمة فراري باترك ديمبسي الثامنة والخمسين والنجمة ليام هيمسورف الرابعة والثلاثين والنجمة لورد оф the rings أورلاند بلوم السابعة والاربعين وجوليال وي ترايفس الثالثة والستين والنجمة مايكل بينيا الثامنة والاربعين ومغني الراب الألكول جاي السادسة والستين ونجمة أوزارك جيسون بيتمان الخمسة والخمسين احرصوا على متابعة حلقة الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التألق والأخبار من موجز أخبار هاليوود